يعاني سوق الأضحي في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة كساداً كبيراً في هذا العام جراء تدني الإقبال على الشراء من قبل المواطنين الذين يصارعون من أجل توفير المتطلبات الضرورية لأسرهم أقول لك بالنسبة للأضحي الإقبالي ضعيف نتيجة الارتفاع السعر المواشي يعني ارتفاع السعر المواشي يعني خلال العامين هذه وثلاثة تقريباً تضاعف يعني مية في المية يعني خلال ثلاثة الأوام هذه وبدأت العام هذا عادوا أكثر يعني كنا العام الأضحي اللي بعناها يعني خمسين ألف المرة هذه بسبعين ألف تقريباً أو خمس سبعين ألف تقريباً أسعار الأضحي تحلق بعيداً عن متنود المواطن وقدرتهم المالية وباتت الكثير من الأسر تصرف النظر عن شراء أضحية العيد جراء ارتفاع ثمنها وما يحتاجه العيد من تكاليفة ومتطلبات أخرى كنا أول هكذا لما كان الصرف بنأسب لا بأس يعني حيث الصوماري لما تروح بتشتري من الصوماري يقول لك أنت يمان هذا فلوس حقك خلاص ما أنت نفع شيء صوماري يقول لك صوماري يقول لك خلاص هذا فلوس حقك ما أنت نفع شيء في دولار معك في سعودي ممكن يعني العملة حقنا وصلت لا عندما تحصل العملة كل شيء ما يتحصل القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل مستمر جراء تداعية استمرار الحرب وانهير العملة وارتفاع التكاليف المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين الذين يكافحون لتوفير المتطلبات الأساسية في مدينة الغيبة شريحة كبيرة من الأسر النازحة والمعدمة التي تكابد الفقرة وتواجه الحاجة بصمت وعفة وقد يغرس العيد جرحا جديدا في نفوسها ما يفرض على كل المكتدرين رسم الفرحة على وجوه أطفالها